تشكيك اوكراني غربي وترحيب روسي اممي بمقترحات الصين لوقف الحرب في اوكرانيا ايران تعتزم تزويد السورية بعنظمة دفاعية لمواجهة الضربات الاسرائيلية الاحتلال الاسرائيلي صادق على بناء اكثر من سبعة الاف وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربي وبداية الحصاد بالتطورات في اوكرانيا في ذكرى مرور عام على الحرب رحب الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينيسكي ببعض عناصر الاختراح الصيني لوقف اطلاق النار وفي مؤتمر صحفي بمناسبة مرور عام على الحرب قال زيلينيسكي ان من الصواب العمل في الصين اذا طرحت افكارا تتوافق مع احترام القانون الدولي وسلامة الاراضي واضف ان الصين لم تقدم خطة حقيقية بل مجموعة من الافكار مشيرا الى انه لا يوافق على بعض الاعزاء كما حث بكين على عدم تزويد موسكو بالسلاح من جانبه قال احد كبار معاوني الرئيس الاوكراني ان اي خطة لانهاء حرب روسيا في اوكرانيا لابد ان تشمل انسحاب القوات الروسية الى حدود اوكرانيا عام 1991 وكتب المسؤول الاوكراني عبر تويتر ان اي خطة سلام تتضمن وقف اطلاق النار فقط وبالتالي ترسيم حدود جديدة ومواصلة احتلال الاراضي الاوكرانية لا تستهدف السلام على حد تعبيره وصف متحدث باسم الامم المتحدة المقترحات الصينية بشأن اوكرانيا بانها مساهمة مهمة لوقف الحرب هذا ووصف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل اقتراح الصين بشأن اوكرانيا بانه ليس خطة سلام واضاف بوريل ان الصين لم تطرح خطة سلام بل ورقة تتضمن ووقفها منذ بداية حرب اوكرانيا مطالبا بكين بضرورة عدم المساواة بين المعتدي والضحية على حد وصفه الى ذلك رحبت الخارجية الروسية بالرغبة الصينية في الاسهام بالتسوية في اوكرانيا بالطرق السلمية واكدت موسكو انها تشاطر بكين طرحها للتسوية والتزامها باحترام ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي واكدت الخارجية الروسية ان موسكو منفتحة على تحقيق اهداف العملية العسكرية بالوسائل السياسية والدبلونا السياسية موسيقى اكد سيرجي ماركوف المستشار السابق لرئيس الروسي ان بلاده تقوم بعمليات عسكرية خاصة لتحرير الاوكرانيين من النظام القمعي وقال ماركوف في لقاء مع الغد ان الولايات المتحدة هي من تدير اوكرانيا وتجعلها تقاتل بالنيابة عنها روسيا لم تنتصر حتى الان لانها لم تقم باي حرب انها فقط عمليات عسكرية خاصة لتحرير اوكرانيا من في اوكرانيا هم روس ويريدون التحرر لذا فان روسيا حريصة على حياة المدنيين لكن اوكرانيا تستخدمهم كدروع بشرية روسيا اخطأت في تقدير قدرات اوكرانيا لان روسيا لم تقدر قوة الجيش الاوكراني ولم تكن مستعدة لهذه الحرب وكان هذا خطأا كبيرا بالنسبة لروسيا وهذا اثر على الاقتصاد الروسي والمواطنين الروس اوكرانيا دولة محتلة الاوكرانيون ليس لديهم حكومة ولكنها حكومة تدار من قبل الولايات المتحدة الامريكية وتقاتل بالنيابة عنها من جهتها اكدت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية لاوكرانيا ناتاليا هامينيك ان الوضع معقد جدا في اوكرانيا وقالت هامينيك في لقاء خاص مع الغد ان الروس يرهبون السكان شرق وغرب النهر ويقصفون المناطق الموالية لاوكرانيا مطالبة الدول الحليفة لاوكرانيا بسرعة امدادها بالسلاح والذخيرة اللازمة لابعاد القوات الروسية الوضع معقد جدا في اوكرانيا الروس يقصفون المنشآت الطبية والمدارس والحضانات ويرهبون السكان شرق وغرب النهر دولتنا اقل سكانا من روسيا بخمس مرات والجيش الروسي ثاني اكبر جيش في العالم وما يسمونها عملية عسكرية هي حرب شاملة لكننا سندافع عن اراضينا للنهاية نحتاج سلاحا لصد الهجمة الروسية والامدادات بطيئة جدا ما يعطي لروسيا الفرصة لتصنيع المزيد من الاسلحة اوكرانيا تنتظر اسلحة في الطريق الينا ولكن هناك معوقات واجراءات تجعل العملية بطيئة تلزمنا مدفعية وذخيرة بعيدة المدى حتى نبعد الروس عن اراضينا وتلزمنا دبابات لحماية المشاه وتلزمنا الانظمة الدفاعية التي تحمينا من الهجمة الصاروخية الروسية فرضت الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بالتزامن مع ذكرى مرور عام على الحرب في اوكرانيا وذكرت وزارة الخزانة الامريكية ان العقوبات الجديدة تشمل 22 شخصية روسية و83 كيانا من بينها بنك موسكو الاعتماني واضافت ان العقوبات تطول كذلك اوروبيين يساعدون الجيش الروسي في اوكرانيا اعلنت السويد انها ستسلم اوكرانيا نحو 10 دبابات ليوبارد وانظمة مضادة للطيران كما اعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي تسليم اوكرانيا الدفعة الاولى من دبابات ليوبارد الالمانية الصلاة جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء البولندي الى كياف حيث التقى الرئيس فلاديمير زيلينيسكي كانت وارسو تعحدت قبل شهر بتسليم كياف دبابات ليوبارد في خطوة طالبت بها اوكرانيا كثيرة وينضم الينا لمناقشة هذا الموضوع ضيفانة من العاصمة الامريكية واشنطن جويل روبين مساعد وزير الخارجية الامريكي السابق ومن العاصمة الروسية موسكو دكتور عمار قناة استاذ العلوم السياسية ابدأ معك سيد روبين وعلى ما تتحفظ الولايات المتحدة بالتحديد على المبادرة الصينية لوقف القتال في اوكرانيا إنه من دغاية سوريلي أنا أكون معكم ومع زميلي هنا اليوم فيها المبادرة الصينية والمطرحات الصينية تعتمد بشكل كبير إذا ما كانت جاذبة لأوكرانيا رئيس زرين ناسكي كان يطلب من الصين أن تطلب من روسيا وقف العدوان وكان هذا ذلك إيجابيا ولكن هناك شكوك لأن الصين في نفس الوقت تقول أنها سوف تساعد روسيا وقد ربما تمدها ببعض الواندات الأسكرية هناك العديد من الدين الميكيات ولكن بالنسبة للولايات المتحدة الجزء الأهم من الدبلوماسية أن تكون أوكرانيا موجودة في طاولة المفاوضات الولايات المتحدة لن تتفاوض نيابة عن أوكرانيا على أوكرانيا إذا اتخذت أوكرانيا هذا المسار فسوف يكون ذلك مهما والولايات المتحدة تقدر دور الصين في حيال ذلك أيضا إذا قامت بذلك نعم طيب أذهب إلى دكتور عمار قناة دكتور عمار في ظل العقوبات الغربية الجديدة وفي ظل أيضا التعزيزات العسكرية من الدول الغربية لأوكرانيا يثور التساؤل حول مدى قدرة موسكو على الصمود والاستمرار في الحرب إلى ما لا نهاية حتى تحقق أهدافها تحية سيد الكريم لك ولضيفك الأكرم فيما يتعلق في الدعم العسكري بين قوسين المتناهي الغربي لأوكرانيا هناك العديد من التساؤلات والتي لا تضعها روسيا ولكن المنظومة الغربية وأيضا الولايات المتحدة في خلال أو ضمن ما نراه من استقطابات سياسية في الداخل الأمريكي وأيضا التباينات في المنظومة الغربية كانت لها علاقة في المنظومة السياسية الغربية أو حلف الناتو اليوم نحن نتحدث عن مرحلة جديدة باعتقادية ننتقل بها في الصراع الجيوسياسي وهو منذ البداية لم يكن روسيا أوكرانيا بل هو يعني روسيا أمريكيا غربيا بقيادة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالذات بالدعم العسكري الغربي نرى أيضا أن هناك خلل في هذه المنظومة وأيضا ارتباك في المنظومة الغربية ضخم كثيرا ملف الدعم فيما يتعلق في الساحة الوجومية ومنها الدبابات واليوم يعني يظهر ملف آخر الطائرات المقاتلة طراز F-16 هذه كلها يعني حتى الاعداد يعني الرمزية من حيث يعني عشر دبابات أربعة عشر دبابة ومن هنا أربعة دبابات من إسبانيا على سبيل المثال لا يمكن لمثل هذا يعني الطرح أن يحقق خلقا عسكريا في الميادين التي نراها يعني في الجبهات المختلفة فإذا اليوم يعني النظر إلى المشهد العسكري جزئيا لا يمكن أن نقرأه فقط من خلال العمليات العسكرية نحن أمام مشهد سياسي له علاقة في المتغيرات الجيوسياسية وإلى ما يعني بعد هذه العملية العسكرية وكيفية التطور يعني نمط حتى العلاقات الدولية للانتقال الجزئي من الوحادية القطبية إلى التعددية المعضل الآن تكمن لدى الطرف الأمريكي في محاولته الاحتفاظ يعني بمناطق الهيمنة ووحادية القطبية وتمرير مصالح الجيوسياسية على حساب المصالح القومية الأوروبية وغيرها عند هذه النقطة دكتور عمار اسمح لي أن نعود مرة أخرى إلى السيد روبين يعني دكتور عمار يقول أن الكرة الآن في الملعب الأمريكي الذي يحاول الحفاظ على هيمنته وعلى بقاء النظام الدولي على ما هو عليه الآن بدلا من أن يكون متعدد القطبية أو ثنائي القطبية على أقل تقدير وهو ما يطرح السؤال يعني الولايات المتحدة منذ بداية الحرب تتدرج في العقوبات وتتدرج أيضا في المساعدات لأوكرانيا ما استراتيجية الولايات المتحدة في هذه الحرب ومتى يمكن أن تصل إلى توافق ما لإنهائها هذا السؤال الصحيح الاستراتيجية الأمريكية كانت واضحة دعم أوكرانيا لأنها محتلة من قبل روسيا وسمح لأوكرانيا بالدفاع عن نفسها الولايات المتحدة لم تبدأ هذه الحرب الولايات المتحدة لم تطلب من روسيا غزو أوكرانيا ولكن للعديد من الأشهر الولايات المتحدة كانت تخبر الحلفاء والنيتو بأن روسيا تستعد لغزو أوكرانيا روسيا أنكرت ذلك وزير الخارجية قال أن ذلك لن يحدث والرئيس بوتين قال أن ذلك لن يحدث كلهم أنكروا ذلك وعندما غزوا أوكرانيا بشكل أحادي كان الهدف احتلال أوكرانيا لذلك فإن استراتيجية أمريكا هو مساعدة أوكرانيا في صد العدوان الروسي إذا توقفت روسيا عن الحرب غدا فلن يكون أي هناك دعم عسكري من الغرب وهو ما يقلق روسيا إن أوكرانيا تدافع عن سلتها أوكرانيا لم تهاجم روسيا لذلك يجب أن تركز الدبلوماسية على ذلك يجب أن تركز الدبلوماسية على أن روسيا يجب أن توقف هذا الحرب وكل الدول تدين روسيا مئة دول طلبت من روسيا في الأمم المتحدة أن توقف حربها وتترك أوكرانيا هناك ألاف الجنود من الروس في أوكرانيا وعلى روسيا أن تستمع للصوت العقل وأن تستمع للصوت الدول بالانسحاب فورا من أوكرانيا إن روسيا خسرت استراتيجيا لأنها تتبع قراراتها ولا تستمع إلى قرارات الآخرين نعم طيب دكتور عمار يعني دخول الصين اليوم على الخط بالمبادرة لإيقاف القتال في أوكرانيا كيف تنظر إلى هذا التطور السياسي ومدى نجعته وكيف يمكن أن يحقق خطوة للأمام فيما يتعلق في المبادرة الصينية ولو فقط تعقيبا يعني بسيطا على ما تفضل به الضيف من الرياضة المتحدة عندما يعني تفضل بالقول بأن دعم أوكرانيا هو استراتيجية لا أرى في هذا الطرح أي استراتيجية اليوم لا يوجد للولايات المتحدة لا استراتيجية ولا الرؤية الواضحة ولا حتى خلطة الطريق لهذه الأزمة وما بعد الأزمة اليوم المبادرة الصينية لا يمكن نظر إليها إلى مبادرة تكتيكية لكنها بالمنظور الاستراتيجي هي الرؤية لما بعد هذه الأزمة وهنا لا يمكن فقط النظر إلى أن هذه وقف إطلاق النار وقف إطلاق النار والهدنة هو ليس الهدف الأساسي الاستراتيجي للمنظومة الدولية لكن الحديث هنا وكما أراه شخصيا وهو دخول الصين في المعترك الجيوسياسي كالطرف رأينا الصين في بداية الأزمة تلتزم بمفهوم الحياد الإيجابي فيما يتعلق في روسيا لكن بعد الأخطاء الاستراتيجية التي قد ارتكبتها الرياض المتحدة تجاه الصين نرى جزئيا الاستفاف الجزئي إلى روسيا فلو نظرنا بتمع أولا إلى ليس المبادرة لكن الخطة التي وضعها الرئيس الصيني المتمثلة ببنودها الستة ومن ثم المبادرة المعترك الأوكراني أو الصراع الأوكراني بين قوسين الروسي ببنوده الاثنى عشرة فنحن نرى أن الحديث لا يجري عن معادلة إقليمية لكن أنها يعني معادلة دولية وهي لا تتناسب اليوم مع الطرح الأمريكي وذلك أن هناك أهداف جيوستراتيجية أمريكية تتناقض يعني في الطرح وأيضا فيما بعد هذه المعادلة فلذلك التخبط والارتباك في ما تريده الولايات المتحدة هنا تكمن المعادلة لكن ما أراه أننا مقدمون على حالة ومرحلة أخرى من الصراع الجيو سياسي والذي سيتمثل بالمرحلة القادمة بأزمات اقتصادية وعدم وجود مبادرات غربية للتوصل لحل سياسي والحل السياسي لا أراه ممكنا مع وجود يعني إدارة الرئيس بايدن أو الإدارة الديمقراطية في البيت الأبيض لأن أي حل سياسي سيتطلب الكثير من التنازلات من قبل الولايات المتحدة وفكرة يعني التوصل إلى هذا الحل باعتقاد لم تنضج اليوم لالولايات المتحدة التذرع يعني بمسألة تم مفهوم تصويت الهيئة العامة اللي هم المتحدة وغيره الكل يعلم يعني تماما بأن هذه التصويت وهذا يعني الاجتماع كان بناء على الضغوط الأمريكية وهي قرارات غير ملزمة في مفهوم قانون يعني القانون الدولي لكنها يعني محاولات باعتقاد تبتعد يعني كثيرا عن الواقع أولا السياسي وثانيا الواقع العسكري الذي نراه في الجغرافيا الأوكرانية نعم طيب سيد روبين يعني دكتور عمار يصف السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الأزمة في أوكرانيا بالتوتر والارتباك منذ بدايتها حتى الآن وهو أيضا ما يثير التساؤل قبل قليل تفضلت أنت وقلت أن روسيا احتلت الأراضي الأوكرانية واخترقت الشرعية الدولية فبدأ أن تدخل الولايات المتحدة هو لحماية الشرعية الدولية والقانون الدولي والنظام الدولي برمته لكن هناك من ينتقذ ذلك ويقول أن هناك مواقف أخرى في دول أخرى تغضي الولايات المتحدة الطرفة عنها وكأنها لا تحدث لمجرد أنها تحدث من حلفاء فما ردك على هتين النقطتين العالم ليس في أفضل حالي نعم هناك بعض القضايا في العالم لا تتماشى مع الاتقاهات عندما نركز على أورانيا على سبيل المثال وهي القضية المثل الأمانة إن روسيا ليست لها أي مبرر لغزو أوكرانيا ولزميلي أقول النقطة التي تحدث عنها حماية السيادة أتفق معه في ذلك روسيا لم تحترم سيادة أوكرانيا منذ عشرة أعوام تذكر أن روسيا غزت في عام 2014 واحتلت القرم وما زالت تحتل هذه المنطقة على مدار السنين والآن منذ عام تحاول الاستلاء على الدولة بأكملها على أوكرانيا الرئيس السابق لروسيا قال أن ذلك لم ينتظر من وجهة نظر الأمريكية وأن توفى أن روسيا لديها شهية احتلالية وإن لم تتوقف روسيا الآن فإنها ستتزم غزو دول أخرى في شرق أوروبا الرئيس بايدن اكتمع مع العديد من الدول دول نيتو مع بولندا وأرمانيا ولتافيا هذه الدول هي قلقة جدا من الوجود الروسي ولذلك فهي تطلب الحمال الأمريكية ضد روسيا هذه المشاكل كلها ستقتفي إن توقفت روسيا عن تهديد جيرانيا وهذه هي التحديات هذه التحديات أمام أي مبادرات تتقدم بها الدول مثل الصين يجب أن تقنع الدول روسيا بالتوقف عن تهديد الدول المجاورة والحفاظ على سيانة الدول هذا من خلال ذلك سوف تحل كل النساء شكرا جزيلا لك سجول روبين مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق كنت معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن وشكر موصول إلى دكتور عمار قنات أستاذ العلوم السياسية كنت معنا من العاصمة الروسية موسكو الرابع والعشرون من شهر فبراير من العام المنصرم كان يوما لهما بعده أطلقت فيه روسيا ما تسميه بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ونزع سلاح من أوكرانيا ووأدي فكرة ضمها لحلف شمال الأطلسي تمكنت روسيا من السيطرة على مدن عدة في دونباس ولأن الحروب كر وفر انسحبت القوات الروسية من جبهات مهمة بعد مقاومة من القوات الأوكرانية سيناريو وصف بالانتكاسة ما دفع بيلي كريملين لإجراء تعديلات على غرار إعلان التعبئة الجزئية في البلاد لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية تسارعت الأحداث ففي الثلاثين من سبتمبر ضم بوتين أربع مناطق أوكرانية لقوام روسيا الاتحادية خطوة أججت الصراع ففي الثامن من أكتوبر استهدف جسر القرم حدث نقل تصعيد الروسي الأوكراني إلى مستوى جديد تسارع الأحداث وارتفاع منسوب التصعيد زاد من ويلات الصراع العسكري الروسي الأوكراني صراع تمرد على حيزه الزمني ليصل عامه الأول وليتحول إلى ما يشبه الحرب بالوكالة بين موسكو وداعم أوكرانيا إنه الرابع والعشرين من فبراير شباط عام الفين واثنين وعشرين تشير الساعة إلى الخامسة صباحا دوت صافرات الإنذار في كل المدن والأراضي الأوكرانية وكانت نذيرة بإعلان الحرب على أوكرانيا تمكن الجيش الروسي في بداية الحرب من السيطرة على عدد من المدن والمناطق الاستراتيجية أهمها كانت تلك المناطق الواقعة على حدود العاصمة الأوكرانية والتي كانت العنوان الأبرز للمقاومة الأوكرانية بوتشا وإربيين كانتا مصرح القتال الأول مرورا بخاركيف وخرسون وزابيريجيا بالإضافة إلى المناطق الشرقية قبل الانسحاب الروسي من أغلب تلك المناطق وعلى حين غره أعلن الجيش الأوكراني في أغسطس آب الماضي هجوما مضاد شنه ضد الجيش الروسي في محور خاركيف شرقية البلاد وسرعان منهارت الدفاعات الروسية واستعادت جيش الأوكراني كلا من إزيوم وكوبيانس وليمان ومناطق أخرى داخل المقاطعة رد الجانب الأوكراني على الاستفتاءات التي أجرتها موسكو في مناطق جنوبي وشرقي البلاد بوصفها بالزائفة وصارع الرئيس الأوكراني في طلب استعجال لضم أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي النيتو استفاق العالم على انفجار في أكتوبر الماضي غير معالم الحرب في أوكرانيا وتجاوز كل الخطوط الحمر إنه الانفجار الذي استهدف جسر القرم الحيوي أما في العاشر من الشهر المذكور سلفا بدأت روسيا باستهداف البنية التحتية للطاقة الأوكرانية ما وصفه البعض بمحاولة روسيا بتسليح البرد وكرد على الانفجارات التي وقعت في جسر القرم قال البيت الأبيض إن روسيا تدرس إرسال طائرات مقاتلة إلى إيران في إطار تعاون عسكري موسع شمل شحن طهران كميات متزايدة من الأسلحة إلى موسكو لاستخدامها في عزو أوكرانيا وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيل جون كاربي بأن روسيا قد تنخرط في تعاون دفاعي غير مسبوق مع إيران بما في ذلك في مجال الصواريخ والإلكترونيات والدفاع الجوي وأضف أن طهران تسعى أيضا لشراء معدات عسكرية إضافية من روسيا من بينها مروحيات هجومية ورادارات وطائرات تدريب قتالية قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن من المرجح أن تبيع إيران صواريخ أرض جو لسوريا لمساعدتها في تعزيز الدفاعات الجوية في مواجهة الضربات الجوية الإسرائيلية المتكررة وأضاف التلفزيون الإيراني أن من المرجح جدا أن تمد طهران دمشق بالرادارات والصواريخ الدفاعية لتعزيز الدفاعات الجوية السورية تطور جديد قد يغير قواعد الصراع السوري الإسرائيلي جاء بإعلان إيران نيتها بيع صواريخ أرض جو لسوريا لمساعدتها في تعزيز الدفاعات الجوية في مواجهة الضربات الإسرائيلية المتكررة وقالت هيئة الإذاعة الإيرانية الحكومية إن سوريا بحاجة إلى إعادة بناء شبكة دفاعها الجوي وتطلب قنابل دقيقة لطائراتها المقاتلة مرجحة أن تشهد سوريا إمدادات من إيران بالرادارات والصواريخ الدفاعية التي تفتخر طهران بأنها قوية مثل نظام باتريوت الأمريكي وأنها متفوقة على نسخة S-300 الروسية وعلى الرغم من وجود منظومة S-300 في سوريا إلى أنها لم تقم بالتصدي لأي من الهجمات الإسرائيلية كذلك لم تتمكن الدفاعات الجوية السورية من التصدي أو إسقاط أي طائرات تركية هاجمت عدة نقاط في الشمال السوري وهو ما دفع دمشق إلى البحث عن بديل إيراني ربما يساهم بحماية أجوائها من الهجمات التركية الإسرائيلية ويعد إعلان طهران عن تزويد دمشق بأنظمة الدفاع الجوي استكمالا لاتفاقية إيرانية سورية تم توقيعها عام 2020 تؤكد على هذا الشأن في إطار توطيد العلاقات العسكرية بين البلدين وفي ظل انشغال روسيا في حربها ضد أوكرانيا كشفت تقاريرا قيام إيران بتعزيز تواجدها في عشرات المواقع السورية والتوسع في بسط نفوذها على أكبر مساحة من الجغرافيا السورية في وسط وشرق وشمال البلاد عبر نشر أعداد كبيرة من عناصر الميليشيات المحلية والأجنبية الموالية لها وأليات عسكرية بينها منصات صواريخ وطائرات مسيرة ومقرات قيادية يديرها ضباط من الحرس الثوري الإيراني التحركات الإيرانية في سوريا أثارت مخاوفة الأبيب ودفعتها خلال الأشهر الماضية إلى تكثيف ضرباتها على المطارات والقواعد الجوية السورية لتعطيل استخدام إيران المتزايد لخطوط الإمداد الجوية لإيصال الأسلحة إلى حلفائها في سوريا ولبنان بما في ذلك حزب الله اللبناني وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا ضيفان من العاصمة السورية دمشق غسان يوسف الكاتب والباحث السياسي ومن العاصمة الأمريكية واشنطن عبر سكايب نيجار مرتضوي الكاتب المختص بالشأن الإيراني أبدأ معك سيد غساني ربما هذا الخبر لو أذيع عبر وسيلة إعلام غربية لقيل إنه إما أنه شائعة أو أنه خبر يستهدف ضربة استباقية من الولايات المتحدة ومن حلفائها إلى إيران لكن أن يأتي من التلفزيون الإيراني نفسه هذا يثير التساؤل إلى أي مدى يمكن أن تقوم إيران بالفعل بهذه الخطوة أم أن ذلك قد يندرج فقط تحت الحرب النفسية أو الكلامية تحياتي لك والأستاذ المساهدين مولوبيتك الكريم هذا الأمر يفسر في أمرين الأول هو مؤاذر لسوريا بعد الاعتداء الذي حصل على منطقة كفرسوسة وكان هجوما قويا واستهدف قلب العاصمة دمشق الأمر الآخر هو أن وزير الدفاع السوري زار طهران الشهر الماضي والتقى بالمسؤولين الإيرانيين وأعتقد أن سوريا من حقها أن تبحث عن الوسائط التي تردع العدوان الإسرائي خصوصا أن منظومتها الجوية أو الدفاعية الجوية تعرضت لكثير من الضربات الإسرائيلية بعد الحرب التي بدأت في 2011 وما زالت حتى الآن ولذلك أعتقد أن الإعلان الرسمي الإيراني عن هذا الموضوع يندرج من هذا الإطار وللقول لأن إيران ستدخل بقوة إلى جانب سوريا في مواجهة العدوان الإسرائيلي خصوصا أن إسرائيل كثفت من ضرباتها هذا العام والعام الفائد واستهدفت البنية التحتية السورية مثلا سواء المطارات والموانئ أيضا منشآت صناعية وحتى تخص التعليم والآثار وغير ذلك ولذلك اليوم أعتقد أن التصريح الإيراني ربما أراد أن يوث الرسالة للعدو الصهيوني لأن إيران موجودة وحتى جاء في الخبر أننا كنا نعمل كمستشارين والآن سنصاعد توريا في الدفاع الجوي ولكن وردها بأنها ستتزود الصائرات السورية بقناة دقيقة أنا أعتقد أن هذه الصائرات السورية الموجودة في سوريا كلها صناعة روسية وأعتقد أن تزويد هذه الصائرات سيكون من روسيا وتعرف بأن التسليح الجيش السوري هو في أغلاله روسي وأن الصواريخ التي تتصدى للقائلات الإسرائيلية أيضا هي صواريخ روسية واستطاعت في الفترة الأخيرة أن تسقط الكثير من الصواريخ وحتى في عام 2018 أسقطت الطيارة وأصابت أخرى وسمعنا في العدوان الأخير بأن كان هناك إصابة لطائرة إسرائيلية ولكن لم تعني إسرائيل نعم طيب أرجو أن تبقى معنا سيد غسان أذهب إلى سيدة نجار مرتضوي في واشنطن سيدة نجار إلى أي مدى يمكن أن تقدم طهران على هذه الخطوة التي ربما تعد نقلا للمعركة أو المواجهة بين إسرائيل وطهران إلى نقطة ملتهبة وإلى أي مدى يمكن أن تجتم رائحة روسيا خلف هذا الموقف إن إيران وروسيا تدعم نظام الأسد منذ بداية الحرب وما يحدث في سوريا وهي حرب ضل بين تهران وتل عبيب وكلا الجانبين الشركان في حرب الوكالة وفي الحرب النفسية في الأسبوع الماضي قال السوريون أن منطقة السكنية تعرضت تعرضت للقصف الإسرائيلي في وسط دمشق وقبل ذلك فإن أيضا أن هناك أيضا موقع في إيران تم استهدافه وإيران وقهت التهمة إلى إسرائيل للقيامة بذلك لذلك فإننا أصف هذه الحرب أنها حرب ضل لأن هذه الحرب وصلت إلى حدود إيرانية لأنها استهدفت منشآت عسكرية في أصفهان الحرب مستمرة وأعتقد أن أيضا إيران تقف إلى روسيا في هجمتها ضد أوكرانيا لذلك فإن روسيا أيضا تقف إلى جانب إيران في توقهاتها وفي خططها في سوريا وغيرها من الدول وأعتقد أن وفقاً لوسائل الإعلام الإيرانية فيها بالفعل سوف تمند سوريا بهذه الأسلحة نعم طيب سيد غسان أعود إليك مرة أخرى في حال حدوث هذه الخطوة وإمداد إيران سوريا بأنظمة دفاع جوية ورادارات وصواريخ يعني إلى أي مدى يمكن أن ينقل ذلك مآلات الحرب إلى منطقة أخرى والموقف الإسرائيلي ومن ثم الأمريكي بطبيعة الحال لمواجهة هذه الخطوة أنا أعتقد بأن الأمر سيتغير كثيراً باعتبار أن إسرائيل هي من تقوم بالاعتداء على سوريا وسوريا هي من تقوم بالدفاع عن نفسها هذا من جهة وأيضاً من حق سوريا أن تستطيعين بأطلقائها سواء كانت إيران أو روسيا أو أي بلد آخر لدفاع عن أرضها وشعبها ومنشآتها وبنيتها التحقي ولذلك يعني إذا ما حاولت إسرائيل مثلاً أن تكون لديها رد شعال فستواجه يعني ذي رد شعال أقوى خاصة أن إيران اليوم يعني أعلنت عن منظومات دفاع جوي مثلاً كباور أو خرداز 15 والتي يتفرع منها صياب 2 و 5 وغيرها التي تصل إلى حوالي 350 كيلو متر وأيضاً يعني قالت بأن هذه الصواريخ تضاهي مثلاً S300 وأيضاً تضاهي يعني باتريوت واعتبرتها يعني فخر الصناعة الإيرانية وقالت بأن أجواء إيران محمية لهذه المنظومات الدفاعية إذا فعلاً يعني ثبت هذا الأمر واستطاعت سوريا وإيران بناء هذه المنظومة أعتقد بأن هذا أكبر يعني نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية لكل سبب نتيجة والنتيجة ستكون أن سوريا ستقوم بتحسين أجوائها والدفاع عن نفسها ولذلك يعني فيما إذا كان هناك ردة فعل إيرانية أنا أقول عفواً إسرائيلية سيكون هناك أيضاً يعني وسائل أخرى كالسيران المسيئة ويعني المهاجمة المواقع الأمريكية في المنطقة الشرقية خصوصاً يعني أن نتنياهو عندما قام بالاعتداء على دمشق ومنطقة كفرسوسة تحديداً ذكر بأن المنشآت الأمريكية في سوريا قد تعرضت لهجمات يعني دون يعني هذا يؤكد بأن أولاً هناك احتلال أمريكي لديه يقوم بسرقة النفط السوري بالتعاون مع إسرائيل وأيضاً يعني هناك قاعدة التنف التي تخرج منها الطائرات الإسرائيلية وتنفذ غارات مثلاً في وسط سوريا في شمال سوريا في شمال سوريا في منطقة حلب وغير ذلك وحتى يعني أنا سمعت سبيل روسي عسكري يقول بأن الرادارات السورية يعني أحياناً لا تستطيع أن تميد إذا كانت هذه الطائرات الإسرائيلية أو أمريكية التي تخرج من قاعدة التنف وهذا يجب العلاقة الوسيقى مع يعني بين إسرائيل وأمريكا في الضربات يعني أجوية على سوريا طيب أعود مرة أخرى إلى سيدة نجار مرتضوي في واشنطن سيدة نجار يعني على تعقد الملفات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية من الملف الروسي إلى الملف السوري إلى البرنامج النووي وأيضاً أمن الخليج موقع هذه الخطوة الإيرانية في هذه الملفات إلى أي مدى يمكن أن تقوم تهران بفعل ذلك بالفعل؟ وهل رغبتها هي الضغط على الولايات المتحدة في بقية الملفات؟ وكيف سيكون الموقف الأمريكي؟ المفاوضات النووية التي كانت تابعها إدارة بيتنا منذ قيامه للسلطة لا يوجد أنها كامل للوصول إلى حلول فيما يتعلق بالبرنامج النووي وإيران تطور من برنامج النووي وقالوا بأنهم خصبوا يورانيون بشكل كبير وتوصلوا إلى العتبة وأنهم بالقرب للوصول إلى العتبة الخطرة وحصلوا على المواد اللازمة لذلك وكما قلت بالنسبة للملف لأوكرانيا وكما قلت بأن إيران تساعد روسيا في حربها ضد أوكرانيا وبالتالي فإن روسيا أيضا تساعد إيران في مساعيها وأهدافها الأقليمية ومن أجل مساعدة النظام الأسد في سيريا وكذلك أيضا فإن الاتحاد الأوروبي لديهم دعم يقدمون الدعم كبير لأوكرانيا والولايات المتحدة أيضا تقدم الدعم الكبير لأوكرانيا الأولوية للجانب الأولوية لدى الولايات المتحدة تتشكل بشكل أساسي في مسألة الملف النووي وهي حريصة على عدم تطور الملف النووي لدى إيران لذلك فإن الولايات المتحدة الآن نرى أنها تسعى بشكل دائم لجذب تحالفات مع الدول الغربية ونرى على الجانب الآخر بأن هناك أيضا تحالفات بين روسيا وإيران وهناك شبه حول انضمام الصين مؤخرا أيضا دعم روسيا شكرا جزيلا لك نجار مرتضوي الكاتبة المختصة في الشأن الإيراني كنت معنا عبر سكايب من العاصمة الأمريكية واشنطن وشكر موصول إلى سيد غسان يوسف الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من العاصمة السورية دمشق أفادت مراسلة الغد بأن مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي صادق خلال اليومين الماضيين على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية وأوضحت مراسلة الغد أن إجمالية عدد الوحدات الاستيطانية التي صادق عليها الاحتلال تجاوز سبعة آلاف ومائتي وحدة وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من رمالة عبدالله أبو رحمة الخبير في شؤون الاستيطان سيد عبدالله قراءتك للخطوة الإسرائيلية للمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية مساء الخير هذا يأتي في سياق السيطرة الكاملة والضم التي يمارسه الاحتلال على الأراضي الفلسطينية وهو تطبيق للكرارات التي تمت في جلسة الكابينيت قبل حوالي أسبوعين من خلال المصادقة على 43 مخطط بالضم 9409 وحدات استيطانية إضافة إلى شرعنا 9 بار استيطانية بالإضافة إلى ما جرى الحديث عنه أيضا فك الضم أو الارتباط عمليا بخصوص المستوطنات التي تم الانسحاب منها عام 2005 الأربع مستوطنات في محافظة جينين كل ذلك يأتي بسياق إعادة السيطرة بالكامل على الأراضي الفلسطينية ولاحظنا أن ما تم شرعنته أو ما تم المصادقة عليه في خلال اليومين السابقين وهو كما ذكرت حوالي 7227 وحدة استيطانية هذا ضعف ما تم المصادقة عليه خلال العام الماضي عام 2022 يعني ما تم المصادقة عليه في يومين هو ضعف ما جرى المصادقة عليه في عام 2022 وهو 4427 وحدة استيطانية وبالتالي هذا يأتي من كراءتنا أنه تسابق مع الزمن للسيطرة بالكامل ولعملية شرعنت هذه البؤر هناك بالإضافة إلى ذلك مزيد من البؤر السيطانية التي شهدنا أيضا في الأيام الأخيرة بناء هذه البؤر في مناطق متنوعة ومتعددة ومناطق استراتيجية ومهمة بالنسبة لنا كفلسطينيين كيف ستتم شرعنت هذه البؤر السيطانية وهي أصلا في الأصل مقامة بالمخالفة للقانون الدولي وبالمخالفة للاتفاقيات القائمة بين الجانبي نحن نعلم أن الاستيطان جميع المستوطنات والبؤر الاستيطانية هي مخالفة للقانون الدولي ولكن هناك نتحدث عن 186 بؤر استيطانية بنيت في السنوات الأخيرة هذه البؤر بمنظور القانون الإسرائيلي كانت هي غير قانونية لم يكن هناك موافقة من الحكومات الإسرائيلية السابقة لها ولكن هناك نتحدث عن مجموعة هناك تنظيم ممثل طبعا سابقا في الصهيونية الدينية وريقافيم وأيضا فتية التلال وعصابات تدفيع الثمن من هذه التشكيلة بناية العديد من البؤر الاستيطانية في العديد من المواقع والتي كان الهدف من بناها هو أولا السيطرة على الأراضي الفلسطينية والثاني هو الحد من حركة الفلسطينيين سواء في الوصول إلى أراضيهم وزراعتها أو إلى رعاة الماشية من خلال التحرك في مساحات واسعة ونتحدث هنا عن الأراضي الممتدة في منطقة الأغوار طوباس والأغوار الشمالية وبادية شرقي رامالله والكدس وصولا إلى منطقة مسافرياتة وهذه مساحات شاسعة وبالتالي هذه المستوطنات لم يكن هناك في بعض الأحيان خطوط كهرباء أو مياه أو طبعا طرق معبدة فبالتالي من خلال هذه الشرعنة سيكون لها ميزانيات أكثر لتوفير البنية التحتية لهذه المستوطنات وأيضا لبناء وحدات استيطانية حيث شاهدنا في خلال هذه المصادقة الأخيرة أن هناك بؤر استيطانية أو أحياء بالكامل من هذه البؤر تم ضمها إلى مستوطنات كبرى على سبيل المثال ابناء كيدم هذه البؤرة التي يسكن فيها سمحة روتمن وهو مسؤول ملف القضاء والتشريع في الكنيسة تم ضم هذه البؤرة إلى مستوطنة من الساد في الأغوار بالإضافة إلى بؤرة زيت رعنان في غرب رامالله ضمها إلى مستوطنات تلمون وبالتالي هناك بؤر تم ضمها إلى هذه المستوطنات من خلال هذه المصادقة فبالتالي كل ذلك يأتي بمنظومة نحن نتحدث أيضا عن الخطورة في الوضع من خلال ما تم من تفاهمات يوم أمس ما بين سموتريتش وما بين وزير الجيش جالانت حول الصلاحيات وهنا كان تركيز من سموتريتش وهو نعلم عراب الاستيطان وهو رئيس الصهيونية الدينية التي تمارس هذه الأعمال الاستيطانية بأن يكون مسؤوليته عن ترخيص بناء المستوطنات والمصادقة كما جرى فيها الأيام الأخيرة والشكل الآخر هو المسؤول أيضا عن عملية هدم البناء الفلسطيني في ذلك المنطقة فبالتالي هناك سياسة ممانهجة لعدم توسع الفلسطيني وعدم السماح له بالبناء وعدم التحرك حتى بالعمل بأرضه أو برعي مواشيه وإطلاق العنان لهذه البؤر أو للتوسع الاستيطاني والنشاط الاستيطاني في تلك المناطق ما هو التحرك الفلسطيني المطلوب لمواجهة هذه التطورات؟ لا سيما وأنه عمليا كل خطوات السلام التي تمت من قبل أصبحت في عداد المفقودة غير الموجودة يعني هناك سلسلة تحركات يعني بالدرجة الأولى هناك على صعيد الخارجية الفلسطينية كان هناك تواصل مع كل الجهات ولمسنا وقرأنا وتابعنا بأن يكون هناك ضغط دولي لأن هذا بالفعل يشكل خطورة على مستقبل الوجود الفلسطيني من خلال هذه الشرعنة وهذه المصادقات وكل هذه السياسات وأيضا على الصعيد الشعبي هناك تحركات كما كان اليوم في العديد من المناطق في فعاليات ضد الإستيطان والبوار الإستيطانية كما كان في شرقية طيبة من تظاهرها في شرق رامالله أو في منطقة العقبة أو في الخليل أو في ما يجري في بيت دجان وبيتة وكفر قدوم يعني هذا جزء مهم من الحراك الشعبي والفعاليات الشعبية لمواجهة ذلك والتصدي لكل النشاطات الإسرائيلية وبالتالي هو ممزوجة هناك تكاملية ما بين الدور الشعبي والدور الرسمي للتخلص أو لإفشال هذه المخططات حتى نتمكن في المستقبل من أن نستخدم أو نبني أو نعمل في أرضنا بعيدا عن هذه المخاطر التي طبعا سواء بمصادرة الأراضي وبناء المستطنات اللي شهدنا أيضا في الأشهر الأخيرة ارتفاع وطيرة الاعتداءات اللي بتمس حياة المواطنين أيضا من خلال هذه الميليشيا المنتشرة في معظم أنحاء الضفة الغربية من رمالة عبدالله أبو رحمة الخبير في شؤون الاستيطان شكرا جزيلا لك أعاد زلزال تركيا المدمر تسليط الضوء على حركة الأرض حيث تعد منطقة الشرق الأوسط منطقة زلزالية وإذا كان الخبراء يستبعدون تأثير زلزال الأنضول على فالق البحر الميت بعد الهزات التي سجلت في المنطقة فإنهم يحذرون في المقابل من أن تاريخ الجغرافيا يعيد نفسه وتاريخ المنطقة وتاريخ المنطقة ولسيما لبنان هذا التاريخ حافل بالزلازل الكبرى واقع يفرض على الحكومات اتباع نمط بناء جديد وثقافة توعوية أثار الضلزال المدمر في تركيا هواجسة جدية من تأثيره على فالق البحر الميت البالغ طوله ألف كيلومتر بدءا من العقبة حتى تركيا مرورا بلبنان وذلك في ضوء الهزات التي سجلت عقب الزلزال والتي لم تكن كلها ارتدادية أنا عم رأي بحركة امتداد الهزات الارتدادية صوب شرق المتوسط صوب البحر لأنه في عنا تركيبات تيولوجية موجودة بالبحر إذا تأثرت بيالي صار بستة شباط ممكن تأثر علينا بس لحد هلأ مش شايفة مؤثري يعني انحصرت الحركة يبدو بمنطقة الإسكندرون حتى المنطقة البحرية هوني كان حصرت وهلأ عم لاحش بايت حركة بالبحر هاودي بإطارهم طبيعي لأنه كانوا يسيروا ومش عم بيسيروا أكتر مما يعني بنسبة أكتر مما كانوا يسيروا قبل ستة شباط لبنان الذي يقع على خط زلازل شهد أعنفها فصدع البحر الميت يمر بلبنان ويتفرع إلى فوالق متعددة بدءا من اليمون الرئيسي إلى الفروع روم وراشية وسرغاية إضافة إلى فالقين في البحر القرن القبرصي واللاذقية لبنان عرف أكثر من زلزال في تاريخه وارتبط تاريخ عاصمته بيروت بحدث دمارها إثر تسونامي الذي عقب هزة قوية في البحر عام 551 عام 1202 تحرك فالق اليمونة عام 1759 وبفارق شهر واحد تحرك فالق راشية وسرغاية عام 1837 تحرك فالق روم ضحايا كثر سقطوا والسؤال إذا ما كان تاريخ الجغرافيا يعيد نفسه عطول منقول محل ما فيه فوالة زلزالية متحركة متحركة تاريخيا ما منتوقعها توقف إلى الأبد منتوقعها تنعاد الحركة عليها حركة دائمة فتة الإعادة عطول موجودة هلأ منزيد عليها 200 سنة بالزيد 200 سنة بالنائس لأنه علم الزلازل ما بيقرر خلينا نحصر أي متى بالضبط بتصير الأمور لم تتميز طبيعة لبنان لولا حركة الأرض التي أنشأت الجبال والوديان ولكن الخطر الكامن يحتم الوعي واعتماد نمط ثقافي جديد يبدأ بعدم الاستخفاف بإنشاء أبنية مقاومة للزلازل لأن الكارثة قد تأتي يوما ما في ختام حصاد اليوم من قناة الغد بالقاهرة هذه تذكرة بأهم عنوينه تشكيك أوكراني غربي وترحيب روسي أممي بمقترحات الصين لوقف الحرب في أوكرانيا إيران تعتزم تزويد السورية بأنظمة دفاعية لمواجهة الضربات الإسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي صادق على بناء أكثر من سبعة آلاف وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربي انتهى حصاد اليوم من قناة الغد إلى اللقاء اشتركوا في القناة